نهار ده في المخابل عمر الساعي لاعب النادي الاهلي الجديد اللسه ما شاركش في اي مباراة لاعب نادي الاسماعيلي السابق نزل حاجة على انستجرام وقال فيها رقم واحد حط لعيبة النادي الاهلي بدرع الدوري وكتب رقم واحد برضو وعامل اللي العلامة بتاعة خص دي اسكت تمام بص هقولها لك بطريقة لطيفة تاني كل واحد يفتخر بفريق فهو شايف فريق رقم واحد والاهلي رقم واحد كذبان الدوري كذبان بطولة افراكة ماشي حلو وعمل انجازات كتير الاهلي الفترة طبعا ما فيش خلاف يعني مش مختلفين معاك تمام ماشي ومن حقك تعتذب فريقك الجديد اللي انت لسه ما لعبتش معاه اي مباراة ماشي برافو حلو كل ده كلام حلو بس ليه دي ليه يعني مثلا لو انا طلعت وقلت مثلا ايه انا بلعب في الاهلي فطلعت بعد ما اخسرت وقلت هيفضل النادي الاهلي بالنسبة لي اعظم نادي في الكون براحتك النادي الاهلي ما فيه ازايه براحتك صح يعني دي مشاعر حقيقية وجميل النادي الاهلي احسن نادي في العالم يا سيدي جميل هايل حلو الروح دي ليه تكلم المنافس وانت بتعمل دي المين يعني اكي مش بتعمل كده الجمهور الاهلي ليه بقى ليه وانت كمان في القتك في اللحظة دي خسرانة اللي بيكسب دايما الاهلي طبعا عشان حد يقول لي هؤلاء الاهلي اللي تبقى خسران على طول بيكسب الاهلي ماشي بس في اللحظة دي على الاهل بلاش حاجات فيها استفزاز دي نقطة النقطة التانية اه بالمناسبة قبل ما اخلص النقطة دي بدح كنت بقول لكم انه الاهلي في امثل حاجة لمدير كرة وفكرة انه الاهلي ما بقاش فيه مدير كرة لحد دلوقتي ده شيء خاطئ حتى لو كابت نسميه امثلان قايم بمهام مدير الكرة فكابت نسميه امثلان في الاصل مدر كفء فنية بس مش مدير كرة النادي الاهلي عنده رموز واسماء كبيرة وعظيمة وكوادر اشتغلوا مدير كرة بكرة بس مدير الكرة في النادي الاهلي مهم في لقطة زي بتاعة عمر الساعة دي عشان افاكر كابت ساعة حفيز كان بيمنع اللعيبة تعمل حاجات زي كده على السوشال ميديا فاكر الكابتن خليب بيبو كان بيمنع اللعيبة تعمل حاجات زي كده على السوشال ميديا واللي كان بيعمل كان بيتعاقب فدي اهمية مدير الكرة ومش بس في الملعب وفي غرفة خلع الملابس هو فرض الانضباط على الجميع عشان برضو دي مش افكار النادي الاهلي دي مش دماغ النادي الاهلي وعمر الساعة هيفهم الكلام ده بعد شوية اكيد لما يقعد في النادي الاهلي كتير هو العب مؤدب على فكرة وكويس جدا اكيد يعني ترجمة نانسي قنقر